اشتركوا في القناة يصاب أكثر من 7.5 مليون شخص بمرض السكري أي بما يعادل 16.6% من نسبة سكان وفي حال استمرار هذه المعدلات فمن المتوقع وصول الحالات إلى 12 مليون مريض بحلول عام 2030 وفي منطقة الشرق الأوسط ككل يعاني 36 شخصا بالغا من المرض السكري ومن المتوقع أن يصل عدد حالات السكري على مستوى العالم إلى 552 مليون حالة بحلول عام 2030 والسكري هو مرض مزمن يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج مادة الأنسولين بكمية كافية أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك المادة بشكل فعال مما يؤدي إلى زيادة تركيز السكري في الدم أهلا بكم جديد من قبل التحية والترحاب مرة أخرى الدكتور عصام عزوز وستشير أمراض الكابد والجهاز الهضمي نحن بيك دكتور مشرفنا أنا هنبتدي مباشرة بقى يعني للأسف يمكن في بعض الجرائد النهاردة ذكرى أنه عندنا من 7 إلى 8 مليون مريض بالسكر ده بشكل رسمي بحصائية الرسمية اللي هو يعني خلاص تقررت وجزمت لكن طبعا إذا نتعرف عنصر الفقر اللي عندنا فبالتالي ممكن يكون في حاصيلة غير رسمية تصل إلى الضعفة يمكن متواصل بقى 16-15 مليون واحد بشكل عام نتكلم عن تقييم المرض ونكتشفه إزاي ومشاكله وأثاره وأثاره فعلا على المواطنين تكون إزاي هو حضرك للأسف أن هناك اتجاه الآن أن السكر يبقى مرض وباقي لو أخذنا آخر إحسائيات من ظنف الصحة العالمية على مستوى العالم يمكن نزال حتى هذا الآن 371 مريض عندهم السكر مليون 371 مليون مريض هذا الرقم يعني معرض للتضاعف في السنوات القادمة مصر الدولة السامنة على مستوى العالم وللأسف أن 70% من مرض السكر على مستوى العالم موجودين في الدول اللي هي داخلها متوسط أو من سميها الأقصى الفقرية ده بيجرون إلى مشكلة إيه اللي حصل في الفترة اللي فاتت السبب الأساسي حضرتك التغير في النمط الغذائي إحنا حصل عندنا تغير في النمط الغذائي بالاتجاه نحو استهلاك النشاويات والدهون بكمية أكبر على حساب الخضروات والفواكه اللي إحنا في مصر تحللنا من العادات الغذائية الصحية القديمة لنا اللي هي كانت بتعتمد على الفول الطعمية الخضروات الفواكه وبقى فيه اتجاه إلى استهلاك كميات كبيرة من النشاويات والدهون حضرتك 80% من مرضى السكر أكثرهم من البدناء أو السمان يعني احنا بنقول الوزن المثالي لأي حد بيتأسس زي بنقول الوزن بالكيلو على الطول بالمتر تضرب في مية في حدود 25% لو هذه النسبة أو الوزن المثالي أو الوزن الطبيعي يتحرك من 25% ل30% نسبة الإصابة بمرض السكر هتتضاعف 10 مرت يبقى عنده استعداد لمرض السكر أكثر من 10% لو الوزن تحرك فوق 30% هيبقى أكثر من 50% هتحركه للسكر يعني فيه ربط مباشر ما بين الوزن وما بين المرض هو حضرتك يعني أكثر الناس عرضة للإصابة بالسكر هي مرتبطة بالعمر كل ما يزيد العمر كل ما يزيد الإصابة بالسكر ده رقم رقم 2 حضرتك فيه استعداد وراسي خاصة إذا كان أحد أفراد الأسر أي الأب أو الأم أو الأخ والأخت دول عاملين أنت مدرش تحكم فيهم يعني أنت مش تقدر تحكم لا في الوراسة ولا في السن بقي عاملين مهمين جدا أنت تقدر تتحكم فيهم هو زيادة الوزن والنشاط الرياطي طيب دكتور بدون مؤقتة حضرتك يعني هناك أطفال صغر في السن بيصابوا بمرض السكر وممكن يكون ما عندهمش حد في العيلة مثلا أو من أفراد أسرتهم يعني عنده نفس المرض فحضرتك بتقول إن هي زيادة في الوزن وكل ما يتقدم في السن بيصاب بالمرض ولكن هناك أطفال كثيرون معرضون للإصابة بهذا المرض أن حضرتك الصغر عندنا نوعيد مرض مُعتمد على الإنسلين إلا هيتولد بالأطفال وده لا يمثل 10 فالمية من حجم مرض السكر كله الكمية الأكبر هو 90 فالمية من مرض السكر هاللي بيصيب البلغين أطفال دول هيتولده عندهم مرض مناعي بيبقى عيف في البانكي بيطلعش الإنسلين وهذا كمية لا تعادل حضرتك 10 فالمية تقريبا من حجم المرض لكن المرض الوبائي اللي بيسيطر على العالم الان هوا السكر غير معتمد على الإنسلين اللي بيصيب البلغين يعني حضرت تخالف مصر من فوق 16% من فوق 40 سنة عندهم سكر بالأسف حتى النسبة بدأت تسحف للسن أقل من كده يعني 30% من الأطفال نهارده عندهم سنة أو بدناء فهو مرض مرتبط بارتباط والسيق بالتغيرات الغذائية بدروط الحياة بالنمط الغذائي اللي احنا عايشين يعني هو يمكن مرض السكر يعني احنا عندنا مجموعة من الأمراض المزمنة منها أمراض القلب والعواية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي يعني هل نقدر نقول أن السكر بقى من ضمن هذه المجموعة الخطيرة من الأمراض أو الأمراض المزمنة حضرتك أحباب نقول يعني للمرضى أن السكر ما دقاش مرض أن السكر ده حضرتك بنسميه خلل في التمثيل الغذائي عندما محتاج أنك تتعايش معه وفي مثل إنجليز بقولك إذا لم تستطع محاربة عدوك فتعايش معه فإحنا بنقول للمريض السكر أن السكر ده رفيقك في الطريق هتصحبه هيصحبك هتتجاهله هيضمره لأن السكر بيأثر على كل أعضاء الجسم التحكم الجيد في مستوى السكر بيجعل المريض يعيش حياته كإنه إنسان طبيعي لكن هناك عرتباط وصيق ما بين السكر وبين جميع أعضاء جسم السكر بيأثر على شبكية العين بيؤثر ممكن يؤدي إلى إصابة الماء البيضة ممكن يؤدي إلى إصابة الماء الزرق أو ارتفاع ضغط العين السكر بيؤدي إلى ضف حضرات القلب السكر من أكثر الأمراض التي تصيب الأوعية دموية وبالتالي المريض اللي عنده سكر خاصة إيه اللي بيزود لو عنده ارتفاع في ضغط الدم لو عنده ارتفاع في مستوى كل سرول لو هذا المريض وزنه بدين أو سام أو سمين كل ده بيؤدي إلى إصابة بارتفاع ضغط عندنا ارتباط وصيق ما بين السكر وبين اختلال الدهون خاصة الدهون السلسية والدهون من خضوة الكسافة ارتفاع ضغط الدم الثلاث السلاث دولك أكثر ناس بيخلوا المريض يخش في كل مضاعفات على جميع أجهزة جسم طيب ده بنتكلم عن ناطة الشفاء من العلاج ده معروف انه هو مرض مزمن ما فيش فيه كلام يا انت زي ما قلت حضرت في سياق حديثك انك لابد ان تتعايش معاه في سنوات وفي سنوات لكن هل فيه فرص للشفاء من المرض أم تتعايش معاه بس لا حضرتك السكر مرض يمكن السيطرة عليه يمكن السيطرة عليه بس يمكن السيطرة عليه لكن شفاء منه لا حضرتنا هو الشفاء منه حضرتك بيرتبط بيه من وزنك ينسل لازم يبقى فيه تغيير جذري في النمط الغذائي بانك تعتمد في الأكل على السلطة والخضار والفكهة وتقلل من النشاويات والدهون وتمشي حضرتك باستمرار تتابع تحليل السكر على الأقل الفترات مثلا كل ثلاث شهور كل ستة شهور على الأقل يبقى فيه فحص قاعين على الأقل يبقى فيه تشيك لكل الناس اللي قصتها فوق السنر بينسان أكتر ناس برضو السيدات حصل لهم إصابة بالسكر أثناء الحمل هذه السيدة معرضة للإصابة بالسكر بعد كده ده السكر العرض السكر الحملي لكن حضرتك السكر مرض يمكن السيطرة عليه بس سيطرة بس ما قدرشه لكن هرده أنا مش أخبير عليك خلاص أن الحمد لله بيئي 80 عندي اللي هو الحد الأدنى يعني أنا فهمت من عمر أنه هناك بعض الأمراض اللي ممكن الشفاء منها يعني بتاخد الدواء وبعدين بتوحل المرحلة أنه أنت بتخف بعد كده ولكن السكر ما أعتقدش أنه هو كده لأ حضرتك ده ممكن يحصل إمتى لو فيه سبب أدى للسكر لو فيه أدوية أدت للسكر يعني حاجة عرضية أدت لارتفاع السكر لكن لو هو السكر بطبيعته لكن هيبقى مرض مزمن والمريض هيستمر في العلاقة طيب السكر عمناتا بيصاحب بالتهاب في الأعصاب صح؟ تمام هو حضرتك التهاب الأعصاب ورد في مرض السكر لكن بيرتبط كل ما تزيد المدة خاصة فوق العصر سنين يعني كل ما زيد مدة الإصابة بمرض السكر ومدة عدم التحكم الجيد في السكر اللي اتنين مع بعض لكن لو السكر في المستوى الطبيعي مش يحصل إتهاب في العصاب فهي مرتبطة إرتباط وصيق بين مدة المرض كل ما تزيد المرض بشرط أنه عدم التحكم في السكر اللي اتنين مع بعض يعملوا إتهاب في العصاب طيب يعني في بعض الحالات بيكون إلتهاب الأعصاب شديد جدا حتى لو كان السكر في معدلاته الطبيعية يعني هل مرتبط إلتهاب الأعصاب بالنسبة لمريض السكر مع زيادة نسبة السكر في الجسم